أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما تعلمناه ومن أقوله ومن اسمعه دائما وأبدا حجة لنا لا علينا لا زال الحديث موصولا في آيات الطلاق في سورة البقرة وتوقفنا قبل الصلاة عند قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد وانتهينا من الآية السابقة وهي قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وهذا في الطلاق الرجعي ونأتي بعد ذلك للطلاق البائن يقول الله عز وجل فيه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون بعد أن ذكرت الآية السابقة أحكام الطلاق والفراق أو الإمساك جاء بعد ذلك الطلاق البائن وسياق الآية يدل على هذا فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والنكاح هنا يكون نكاح رغبة أن تنكح زوجا غيره بأن ينكون النكاح والزوج ولذلك لما جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلقها رفاعة وأخذها عبد الرحمن بن الزبير واشتكت وقالت يا رسول الله إن عبد الرحمن ليس معه إلا كهدبة الثور فسبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة فقال عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك إذن حتى تنكح زوجا غيره لا يكون هذا في التحايل ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار لا يجوز أن يكون هذا النكاح إلا نكاح رغبة ولذا فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي هذا الغير قال سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما أن يتراجع لا جناح أن يرجع بعد ذلك ويتزوجها إن ظن أن يقيم حدود الله يعني إن غلب على ظنهما أنهما يقيم حدود الله فيما بينهما وتقوم هي بحقوقه ويقوم هو بحقوقها فلا بأس ثم قال ولعل أقف مع ختم الآية هنا وأحب أن تشاركوني في بياني سر الختم فقال سبحانه وتعالى وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قال هناك تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ وَمُ الظَّالِمُونَ هذا في الطلاق الرجعي وهنا في الطلاق البائن قال تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فمن المراد بهذا أو هل من سر يلتمس في هذا الختام هنا لما حد الحدود الغالب أن الذي يلتزم بحدود هذه الآية وهي أنه لا ينكحها حتى تتزوج زواج رغبة من آخر وينكحها ثم يتركها من نفسه فمن التزم بهذه الحدود في الغالب أن أكثر من يفعل هذا ويلتزم بها هم أهل العلم وهم المتعلمون لأن قضية التيس المستعار والزواج من غير رغبة هذا أكثر في العامة في الجهال بل بعضهم يحسب أن هذا الأمر يمكن للإنسان أن يفعل فيه خيرا فيدخل بعد ذلك في بعض الأحيان وسيطا يدخل وسيطا وينسى اللعن الوارد منه صلى الله عليه وسلم وأن هذا أصلا الزواج وهذا التحليل لا يجوز لا يجوز هذا التحليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تنكح زوجا نكاح رغبة لا نكاح عياذا بالله غير ذلك إذن الختامة يبينها لقوم يعلمون فأكثر الملتزمين بها والممتثلين هم من العالمين أما غيرهم وكثير ما يقع في الجهال ولذلك نجد أن هذا النوع من الزواج الذي يقع فيه التحليل في الغالب يقع في الأماكن التي يقل فيها العلم في البوادي في الهجر يكثر هذا أو حتى عند من يقل علمه أو دينه ثم بعد ذلك قال الله عز وجل أيضا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ هنا في قوله سبحانه وتعالى وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ قلنا ولعلّا في الإعادة تأكيد أن الآية السابقة عندما قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم بمعروفة وتسريح بإحسان هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن إقاربن فأمسكوهن هذا البلوغ هنا هل البلوغ هنا في هذه الآية فإذا لاحظوا الآية الحادية والثلاثين تأملوا فيها هل البلوغ في هذه الآية والبلوغ في الآية التي تليها متساوي المعنى هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن وقال في الآية التي تليها وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فهل البلوغ في هذه الآية مثل البلوغ في الآية التي بعدها لا البلوغ في الآية التي معنا الآن وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ هذا بمعنى المقاربة قاربت اقتربت من الانتهام العدة يقع من بعض الناس أنه إذا قاربت المرأة يمسكها لا لقصد الإمساك إنما يمسكها لقصد الإضرار وإطالة المدة لأنها الآن قربت قرب الفرج فهو يرجعها لكن لا يريد الإرجاع فجاءت الآية في هذا النوع من الناس والنعي عليه أو يمزح أو يعبث وإذا قال وَإِذَا طَلَّقْتُم النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وقلنا لماذا المعروف لأنه لا ينتظر من هذا المضار إلا أن يتركها بالمعروف ما ينتظر منه الإحسان وإلا الأصل في أهل الإسلام والإيمان أن يكون تسريحهم في أعلى الدرجات لأنه فيه كسر وجرح لهذه المسكينة فالأولى أن يكون مع هذا تطيب لخاطرها بالإحسان وأن يكون الختام مسك نعم وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا هنا في قول سبحانه وتعالى وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا ولذلك قلنا التسريح بمعروف لأنه هو ينوي أن يمسكها إضرارًا يعني كيف يمسكها؟ يراجع مرة أخرى يعني بقي عليها وتدخل في الحيضة الثالثة يوم أو يومين قال أشهدك يا فلان أني راجعتها هل تريد بهذه المراجعة إعادة الماء لمجاريها وتقصد الخير؟ لا إنما يريد أن يضار ولذلك القاضي والحاكم إذا عرف أنه يريد أنه يقصد الإضرار ما يقبل من هذه المراجعة لكن هذه أمور مرجحة للنيات وهذه أمور خفية في أنفس الأزواج ولذلك وعند الزوجات أيضا أمور خفية ولذلك جاء مع الأحكام الشرعية مواعف ولا يحل لكم وجاءت آيات التقوى والتقوى العجيب تكررت في سورة البقر كثيرا وجاءت أيضا مع مسائل الطلاق حقا عن المتقين حقا عن المحسنين كما سيأتي إذن قال سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا إذا كان قصدك الإضرار وهذا من الاعتداء طيب الذي يفعل ذلك قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه هو يتصور أنه بهذا الفعل وهذا التضييق عليها بدل أن ثلاثة أشهر تنتهي لا يجعلها قبل أن تنتهي عدتها بيوم أو يومين ثم يراجعها ولا يقصد بذلك المراجعة ثم يجعلها مرة يعني يبقيها أيام بعد المراجعة ثم يطلقها ثم تبقى فترة طويلة ثم يراجعها ثم بعد ذلك يطلق وهي الطلقة الأخيرة لكن كل هذا عبث إذا لم يلك رغبة لماذا تراجعها ولذلك نهى الله عز وجل هذا الصنف عن واعتبره ظالم هو يتوقع أنه ظلمها لكنه ظالم لنفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بل قال الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله وزوة وهنا يا أخوان قضية الاحتيال على أحكام الشرعية ترى استهزاء بالأحكام الشرعية سواء كان في موضوع العلاقات الأسرية أو غيرها بعض المحامين الآن يعرفون المداخل والمخارج فيبدأ يحتال يقول كذا افعل كذا أو حتى بعض المجربين أو بعض الشياطين الإنس ممن يوقع الناس في بعض الحيل فيبوء بإثمها يقول لا افعل كذا تريد تبهذلها تريد تضار بهذه المسكينة افعل كذا ولا تجعلها تفرع بكذا ما يجوز لك إذا علمت أن الخلاف بينهم وأن هذا الرجوع بغير رغبة ما يجوز ليرجع لهذه المسكينة ولذلك قال وَلَا تَتَّقِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزْوَى ومن الاستهزاء أن الإنسان يقول طلقت هازلا وراجعت هازلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأسناده حسن ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وفي رواية العتاق إذن الطلاق ما في مزح والنكاح ما في مزح والرجعة ما في مزح فينبغي الإنسان أن يتق الله ولا يتخذ آيات الله هزوة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة اذكروا نعمة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة فاذكروا النعمة الله عز وجل وما أنزل عليكم أي نعمة كيف كنتوا تعيشون في فوضى في الجاهلية وكانت النساء تبقى السنتين والثلاث يؤال منها وكيف كان الطلاق مره مرتين وعشر وعشرين وكيف وكيف فهذه من نعم الله عز وجل اذكروا نعمة الله عليكم يعني عندك زوجة وعندك بنت وعندك أخت وعندك قريبة كيف أنعم الله بتنظيم مثل هذه الأمور ما أصبحت فوضى فقال الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وخص الكتاب والحكمة معنا من النعمة لزيادة والإبراز فضلهما فالله عز وجل أنزل الكتاب والحكمة ويسن وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ثم جاءت التقوى كما قلت لكم بعد أن ذكر الحكم الشرعي ذكرت التقوى والتقوى جاءت في الطلاق كثير وفي البقرة كثير وإن كان وردت في القرآن فيما يقارب مائتين وخمس واربعين موضع لكن جاءت في البقرة أيضا التقوى كثيرة ولذلك لو بحثت الحقيقة مسألة التقوى بالذات في مسائل الأحكام أو بحثت في صورة البقرة فكانت بحثا يعني يستحق الحقيقة البحث والتنقيب والإفادة من هذا الموضوع ثم قال سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم لأنك أنت يعني كنت تراجعها وأنت مخفي نيتك لكن الله عز وجل بكل شيء عليم لا تعبث نأتي بعد ذلك إلى صورة أخرى جميلة وتعملوا فيها وأرجو أن تلتفيتوا لها لأن قد يكون بعضنا لناه نصيب في واقعه من هذه الآية الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن البلوغ المراد به هنا خلاص انتهاء طلقت وانتهت غير البلوغ السابق البلوغ السابق من قاربة النهاية هنا من تاية خلاص معادي أصبحت أجنبية عنه وهو أجنبي عنه وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن قال قال الله عز وجل وصدق الله وكذب كل من قال خلاف ذلك قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون لعل تتضح بسبب نزولها بسبب نزولها في البخاري قصة معقل بن يسار معقل يقول كانت أخت لي فزوجتها بابن عمي ثم بقي ما شاء الله أن يبقى معها ثم طلقها ولم يراجعها انتهت عدة ما راجعها معقل ثم بقي ما شاء الله أيضا فهويها وهويته ثم جاء يخطبها خاطب من الخطاب هو نفسه طلقها طلقة واحدة ثم بقي مدة طويلة انتهت عدتها طبعا ما راجعها لكن رجع بعد انتهت عدتها رجع يريد اتزوجها مرة أخرى ماذا قال له معقل قال يا لكع زوجتك ثم طلقتها والله لا زوجتك بعدها يعني كيف تجرؤ وأنتم طلقة ترجع مرة أخرى تتزوجها هذا سبب النزول يوضح لكم ما في الآية تأملوا في الآية قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن معنى مو بزواجها مو بزوجها لكن سماها زوجها يعني باعتبار حالته السابقة كان يقول أزيان هو أحسن من غيره امرأة انكشفت عليه أفضل من ثم قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا هذا المطلق والمطلقة إذا تراضوا بينهم بالمعروف طبعاً يتراضون لو كان أحبتها لفسقه أو أحبها لفسقها لا لكن إذا تراضوا بالمعروف يعني بقوا سنة وسنتين لكن فعلاً جربوا امرأة أو ثانية ولقى تلك يعني فعلاً استعجل في طلاقها وتمنى لما جرب غيرها أنها فرجع لها ثم أيضاً هي بقيت تنتظره لأنها تذكر أن هذا الطلاق ما كان له ذاك الداعي حتى أنها كانت تهواه ويهواها قال الله سبحانه وتعالى إذا تراضوا بين المعروف طيب أسألكم أنتم بتحضرون لو أن هذه الآية ليست في أذهانكم ولو أن هذا الأمر الرباني ليس في أذهانكم هل يسهل عليك أنت أيها الأب والولي أن تزوج بنتك ثم تطلق وبعد سنة سنتين يرجع ويخطبها سهل عليك صعب صعب مثل معقل بن يسار قال له يا لكع زوجتك بعد ترجع مرة ثانية تأخذها والله لا زوجتك لا زوجتك فلزرت هذه الآيات هي صعبة على النفوس يطلق ثم يعود مرة أخرى فجاءت هذه الآية تهدم في النفوس وتقول النفس تريد والله يريد والله يختار لكن لماذا نحن لماذا نحن نجد غضاضة في مثل هذا الزواج ليه ليه لا غير تجربة الأولى يعني في شيء غير تجربة الأولى يعني تشعر أنه فيها شيء من الحضم لك ولا لا شيء من الإهانة شيء من الخفض من الخفض لك يعني بنتي لعب أو أختي لعب تزوج وتطلق ثم ترجع مرة ثانية ما يقول الناس عنه ما يقولون الناس هذا ما عندهم رؤى ما يفهم فقال الله في ختامه وصدق الله وكذب من قال خلاف ذلك فقال الله ذلك يوعظ به من كانوا منكم ذلكم أزكى ما قال أحسن أزكى وما معناه تزكى أرضع ما هو أحسن أرض أزكى لا ولا ولا أحسن الأزكى فيه الزكاء في الرفعة زكى يعني نمى رفتة بع أنت تتوقع أن أخفض والله يقول لك أزكى أرفع إذن أزكى أنتهت الشيء اللي تجد أن يحطك من قيمتك لا ما دام الله يقوله ستيرتفع قيمتك لأن الله قال أزكى والأزكى في اللغة الأرفع فإذن أنت وإن قال الناس أخفض قال الله أزكى فصدق الله وكذب الناس وكذبت نفسك حتى ذلكم أزكى لكم وأيضا وإيش وأطهر أطهر ليش هاي مبلوكم لهم لأن المرأة تتعلق حتى الرجل كله مساكين يتعلقون بأول لقاء والمرأة أشد والذي يمنع هو ولي المرأة والذي يمنع هو ولي المرأة فالمرأة في هذا المقام قد لا سمح الله تنحرف لأن لأن الذي هويت يعني ولذلك لطهارة قلبها وافق على هذا الزواج فإذا كان في مسألة الخفض فأنت أرفع برفعة الله وأرفع لأنك التزمت بأمر الله لأنك أزكى وكذلك أطهر لقلب هذه المسكينة ولقلبها ثم قال الختام جميل والله يعلم سبحان الله يعلم إيش يعلم ما في قلبها من الحب ويعلم ما في قلبه من الحب واشدخلكم أنتم بل سماهم أزواج ترى بعض التدخلات اللي يعني كثير من الأشياء الأمور لو الناس التزموا بهذه القواعد الشرعي والأوامر في بحث جميل أنصح بقراءته حتى في مسائل الطلاق في بحث لحد القضاءات اسمه الطلاق السني وعثره في تقليل لنسبة الطلاق لو أن الناس تطلقوا على السنة وأبقوها في البيت والتزموا بكلها الأوامر ثمانين في المئة من حالات الطلاق تروح المطلقة لو أنها ما تخرج ولا تخرج كثير من الأمور ترجع تصلح ولذلك التدخلات ولذلك هذا العضل لا يجوز لا يجوز لهذا العضل لهذا الولي أن يعضلها طبعا بعض العلماء قالوا أيضا هذه الآية تنطبق على بعض الأزواج الذين يعضلون زوجاتهم لو أن نشيح في الناس في الخطاب في المحاضرات في اللقاءات يا أخ طلق لك خلها تبقى في بيتك زعلت على خلها تبقى ولماذا؟ لأنها حتى تبقى ثلاث حياظ لماذا ثلاث حياظ؟ لو ما تكلمنا عن ثلاث قروه إن كان لاستبراء الرحم الرحم بريء من أول حياظة أصبحت ما في حمل ولا لا ونقدر نحلل ونقول ما في حمل طيب لماذا ثلاث حياظ؟ هالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه لماذا؟ ها؟ لأن ثلاث حياظ لما يطلق أول سبوع أو أول سبوعين الوضع صعب متكهرب كما قلتم الوضع شديد كل واحد ما يطالع في الثاني أول سبوع ثاني سبوع كل واحد يسرق النظر من الثاني ثالث سبوع تهدأ النفوس رابع سبوع تقدم له الأنواع من الأكل والشرب يعني بخشيش وهي عنده في البيت وهي أيضا زوجته لا زالت زوجته تتجمل له وتتزين له لكن خرجت كل واحد تعنت إذا خرجت أو أخرجت أهلها أيضا كان عندهم قلة عقل وقلة دين فأخرجوها وإلا هي خرجت طيب ما يلتقون أو هو أخرجها أيضا أخطأ لا أبقىها في البيت أول فينتع تنتهي أول حيضة ثم الحيضة الثانية يبدأ وإن يشتقل له بعضهم يبدأ يعاتبها ويخف العتاب خلص بعدين يرجع له وهذا اللي نريد هذا اللي نريد فأصبح هذا الطلاق السني ثم أيضا لو ارتكب براء أخرى يعني لأن أما وأيضا في طهر لم يجامعها فيه مو بيكون انتهى ما في رأسه لا طهر ما جامعها فيه يطلق في طهر إن لم يجامع فيه لأنه يكون فعلا طهر ما جامعها فيه ثم مرت حيضة وحيضتين والثالثة واضح أنه يعني كرهها وأيضا كرهت فلا بأس من هذا الفراق لأن هذا الفراق البقاء الفراق أحسن من هذا البقاء إذن العضل الذي يقع من الأولياء لا يجوز في مثل هذه الأموم ختام هذه الآية والله يعلم ما أنتم لا تعلمون قلنا علم ما ما في نفوسهم من الشوق لبعضهم وتلك لأن كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيء وعسى أن تحبوا شيء والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يعلم المستقبل ويعلم ما وقعتم فيه من مكروه قد يكون فيه الخير كله والعجيب أيضا مسألة الكراهية جاءت في القتال وترى فيه مسألة الزوجية قال عسى أن تكرهوا شيء فإن كرهتموهن قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني لا يستعجل الإنسان بأول وهلة وخاصة أن أكثر الطلاق يقع في السنة الأولى فلا تكره قد تكره منها بعض الصفات الخلقية لكن فيها من الأخلاق فيها من النجابة فيها من فينبغي الإنسان أن لا يتعجل بعد ذلك سمعتم الآن الآية بعد أن ونحن نتحدث عن أحكام الطلاق ومسألة العضل في المطلقين قال الله عز وجل والوالدات ويرضعن أولادهن ما الذي جاء بمسائل الرضاع في مسائل الطلاق مع أن هذه الآية والوالدات والآية التي بعدها والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر ثم ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء لا زال الحديث في موضوعنا السابق سواء به وفاة أو بطلاق فلا زال الحديث لكن ما الذي جعل تأتي آية الرضاعة في هذا الوسط يعني انظروا وهذا كما قال بعض المفسرين يدل على رحمة الله وأن الله أرحم بهذا الرضيع والولد من الأب والأم لأنه قد يضيع هذا الولد وهذا الوليد بين صلاف الأب وحمق الأم بين هذه المشاكل يضيع فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاعة وإلا هنا طبعا الآية والوالدات يرضعنا الحقيقة أن المراد بالوالدات هنا من الأم الأم أهل معروف الأباء ما يرضعون المطلقات لكن لماذا إذا قال والوالدات يعني لما قال لو قال المطلقات لكن استعطافا استعطاف لهذا يعني والوالدات لأنه لما يصير خصام تجد أن الأب يسحب الطفل فقال الله عز وجل وينبغي نقول سمع نطاعه قال والوالدات هي والدة ولدت هي اللي ترضع لماذا تأخذ وحدة غيرها فمن باب الاستعطاف حتى أنت تخف شوي والعجيب يا أخوان استقرؤوا في القرآن أكثر ما جاء لفظ الوالدين في القرآن بلفظ الوالد ولا بلفظ الأب والد الوالد هل يلد الرجال يلد لماذا غلّب إذن في القرآن كله حتى أصبح عديد أن نقول الوالد في ولاة الولادة فلا معنا لا يلد الرجمعه بيلد لعظم شأن والولادة كأن الولادة والوالدين هم والأصل بسبب الولادة أطلق على حتى الوالد والعجيب تستقرؤ آيات القرآن إذا مر في الإحسان يأتي لفظ الوالدين وإذا مر في الحقوق المالية يأتي الأب في الغالب يعني وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إليا وبالوالدين فغلّب جانب الولادة مع أنه واضح؟ نعود إلى قوله والوالدات فكأن الآية تقول مطلقات لكن جاء بالوالدات ولاحظوا أنه أظهر في الآية أظهر المفعول وإن المفعول؟ والوالدات يرضعن مع أنه لم نم يظهر المفعول واضح أو لا؟ والوالدات يرضعن حولين كاملين معروف أن الوالدات لن يرضعن الوالدات يرضعن أزواجهن؟ ما يرضعن الوالدة ترضع ولدها فلماذا؟ يعني أولا قال الوالدات بدل المطلقات ثم قال يرضعن وجاء به على أنه خبر وبمعنى الأمر وهذا أقوى في دلالة الأمر يعني أمر مقطوع به أولادات يرضعن أولادهن يعني لا تتعنت لا تتعنت أيها الرجل هذه والدة تعبت في الأولادة ترضع ولدها سمه ولدها وشوفوا بعد قليل ماذا يقول؟ والوالدات يرضعن أولادهن ولاحظوا قال حولين كاملين المسألة فيها صراعة فقال حولين كاملين لأنه بيصرف عليهم حولين سنتين بيصرف عليهم يبي يصرف على الولد وعلى الأم فجعل حولين وقالوا كاملين معني يكفي حولين بس تأكيد لمن أراد أن يتم وفي قراءات تتم الرضاعة أو الرضعة على القراءات لمن أراد أن يتم الرضاعة طيب هنا قال أولادهن وقال وعلى المولود له ورجع عطاه إياه ليش عطاه لا عشان يقول يعني قد يقول خلاص ما يبدافع أنا لن أدفع المصاريف نقول المولود لك قولنا لا نظروا للرحمة يعني الضمائر والكلمات نوزن بدقة يعني كما قلت لكم بالأحكام الشرعية ليست مواد تكتب تجد أن القانون والنظام قام ما تكتب ما في مراعاة لمثال لا لا هذه كتبت فيها استعطاف وثارة تقوى وثارة عاطفة ودقة في كل كلمة إذن قال والوالدات يرضعن أولادهن حوليني كامليني لمن أراد أن يتم الرضاعة ثم قال ويقول لنا خلاص مدام هي ترضع هي بكيف لا لا وأنت المولود لك باسمك وعلى المولود له شديد عليك رزقهن هذول المولود والوالده وكسوتهن لكن بالمعروف 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 في الجانبين يعني هي لا تطلب تقول والله أنا لن أرضع إلا بكذا من المال ولا يبخسها يقول لا ترضعين إلا بقليل من المال تقول مثلا أنا لا أستطيع أن أرضع إلا بستة ألاف الشهاء ما يمكن ولا يبخسها يقول أنت لا ما أستطيع أدفع نفقه إلا أنت أدفعيكم تي ريال أو مئة ريال نفقه هذا حريب منكي ما هو من برة ما أريد أعطي كله أعطيها يعطيها كسوة لا الضابط لذلك المعروف من مثلين لمثلين الضابط يختلف في المعروف في الزمان والمكان والأحوال أحوال الناس من غينا وفق ولذلك ترى المعروف في القرآن وهذه أيضا من الموضوعات التي لعل بعض الباحثين تخصصون في دراستها لو يبحث موضوع المعروف في القرآن المعروف في القرآن وضبطه وإيراداته ورد كثير في القرآن القول المعروف وضوابط المعروف بالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف كما جاءنا قبل قليل أيضا إذن يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضا إذن صرح بالمفعول هنا والوالدات يرضعن أولادهن من باب الاستعقاف وإلا لو ما صرح به لو كان مم موجود والوالدات يرضعن حولين كاملين تبش وأكد الكاملين لمن أراد أن يتم المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالمعروف يعني وثم قال سبحانه وتعالى في ضبط هالأمور ضبطها لأن فيها مشاحة ومنازعة لا تكلف نفسه إلا وسعى لا تضار والدة بولدها لا يجوز أنك تضار تقول والله أنا لقيت واحدة ترضع بمئتين يا أخي ولو ترضع بمئتين المعروف المعتعد أن في هذا الزمان مثلا ترضع مثلا والكسوة والرضاع ألف أو ألف وخمسمية وإذا كان راتب عالي تأخذ يأخذ منك ألفين أو أكثر حسب ما يراها القاضي فبالمعروف لأن يضرك أنت ولا أيضا تشاق على هذه المسكينة لا تضار والدة بولدها يعني أيضا يسحب منها لا تضار والدة في قراءة لا تضار والدة بولدها ولا مولود نحن لاحظوا ولا مولود له ولا مولود له بولده أيضا أطفع عليك أيضا أنت لا صنع الأم عنيدة وتقولين أنا تعرفين ما فيه أعاطفي هذا الأب تقولين ما أرضع أنا ما أرضع إلا بالمبلغ الفلاني نقول لا الأصل في الرضاع اتق الله وأن يكون ما تعارف بين الناس لا يبخس ولا يعلى الوسط المعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له وعلى الوارث أي وارث وعلى الوارث ما قيل وقيل قيل الصبي نفسه إن كان له مال طب هذا في حالة لو كان ما عنده مال قيل الصبي نفسه إن كان عنده مال وقيل وعلى الوارث وارث الصبي وقيل وارث الأب كلها قيلت لكن أقربها الذي يرث الصبي يعني لنفتر أن هذا الصبي الآن نحتاج رضاعه لكن لنفتر هم مات لكن لنفتر لو مات وعنده مال من سيرثه الذين يرثونه هم الذين بقدر أنصبائهم هم الذين يدفعون نفقت هذه وقيمة رضاعه ونفقت هذه المسكن نعم إذن وعلى الوارث مثل ذلك ثم قال سبحانه وتعالى فإن أراد فصام الفطام وما له على كيفهم الفطام شو الرحمة بهذا الوليد كل هالأشياء عشان هالوليد في مسألة الطلاق حتى لا يضيع كل هالأحكام والتدقيقات والضمائر ويرجع ويدقق ويحقق ما هو سهل بالنسبة يعني هذا الرحيم سبحانه ولذلك من كثير عند قوله يوصيكم الله في أولادكم قال استنبط بعض الأذكياء يوصيكم الله في أولادكم أن الله أرحم بنا من والدين يوصيكم أحد يوصيني في عيالي نعم الله يوصيك يوصيكم الله فهذه أيضا هذه هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة وهذا الدقيق وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصال والفصال الفطام سمي الفصيل وفصيل أنه يفصل عن أمة فإن أراد أن يفصل فصال فلابد من ماذا فإن أراد فصال لابد أن يكون عن تراضي وتشاور تراضي وتشاور ما يأكل واحد منهم يأخذ الأمر من نفسه مرة ستة أشر أو سنة طبعا في خلافه بسألة الرضاع هل الرضاع من خلال الآية واجب ولا مندوب بعض الفقهاء قالوا يعني إذا ما وجد غيرها يجب وبعض الفقهاء قالوا بعض المالكيتي قالوا أنه يجب يعني إلا بالنسبة للشريفة الشريفة لا تلزم بذلك يعني من علية القوم قد لا توافق على الرضاع لأن الرضاع قد يؤثر على جسمها ف على كل إن وجد غيرها لا أشكال لم يوجد فالقول أنها الرضاع واجب فلا جنح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف يعني إذا حصل الانفصال فلا جنح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم ثم قال أعاد التقوى مثل ما جاء بها قبل قليل قال واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير إذن هنا مع القواعد وهالتنظيم الدقيق قد يحتال إما طرف المرأة أو طرف الرجل فذكرهم بالتقوى وذكرهم بعلم الله وبصر الله والله بما تعملون بصير لا تعبثوا مع رغم كل هذه القيود التي فيها تلك الشفقة والرحمة والتدقيق والتحقيق قال ختمه والله بما تعملون بصير فجاءت الآيات في وسط الطلاق تطمئن على هذا الوليد لا يضيع لا يضيع ولذلك ينبغي مععنتنا سواء كنا أولياء أو أزواج أن لا ندخل في المعركة هذا الصغير وأن يكون له حظه من العناية والرعاية وحظه من الالتزام بأوامر الله عز وجل هذه أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا ففقاهم بالدين قل ما تسمعون وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك شكرا